استطاعت مخرجات قمة شينجهاي حسب برلمانين سوريين أن تؤسس لمستوى تعاون أوسع أمنيا واقتصاديا بما يتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق التي تصل الشرق بالغرب عبر اتفاقات وتبادلات فوق اقتصادية تشكل هذه القمة أو تعقد عليها الأمال الكبيرة أن تجد حلولا للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية خاصة أن كل من الصين وروسيا حاضر في هذه القمة وتشكل الصين التي تشكل مصنع العالم وهي صاحبة مبادرة الحزام والطريق أن تجد آلية للتسوية الأمنية التي تشكل مناخا لمواجهة التحديات التي تتحلق بالتحديات البيئية تحديات الفقر الأمن الغزائي هذا وأكد نائب رئيس كليات الاقتصاد في دمشق أن كلام الرئيس الصيني عن تطوير التعاون الاقتصادي والأمني ينطلق من رؤية مبادرة الحزام والطريق العابرة للقارات كفرصة مهمة لإعادة تغذية التبادلات الدولية تتلاقى هذه القمة مع أهداف مبادرة الحزام والطريق في نقل السلع فيما بين دول المنظمة أولا وفيما بين دول آسيا حتى وصولا إلى أوروبا في توسيع المنظمة من جهة توسيع حجم التجارة البينية فيما بين دول أعضاء المنظمة الآمال المعلقة والكبيرة على هذه القمة وتطلعات الرئيس الصيني تجدها البشرية بأنها ملحة في هذه المرحلة الحساسة في إيجاد مخرج لكل التحديات التي تتعرض لها المنطقة والعالم محللون سياسيون بدورهم ربطوا بين أخلاقيات ومبادئ مبادرة الحزام والطريق وكلام الرئيس الصيني عن عدم المساس بالأمن والحقوق المشروعة للدول لخدمة المصالح الأنانية من جهة ومخرجات القمة بما يشكل داعما أساسيا وفرصة لتعزيز الأمن والتعاون الدوليين أعتقد بأن مشروع الحزام والطريق الذي استطاع أن يقيم هذه العلاقات الاقتصادية قادر على مواجهة هذه المشاريع وبالتالي يمكن له أن يشكل منقذا لدول العالم الثالث أولا لمحاربة الفكر المتطرف وهذا شيء ضروري ومهم جدا ونشر ثقافة المحبة في العالم بدلا عن الثقافة الاستعمارية التي تقوم على امتصاص دم الشعوب أعتقد بأن الصين استطاعت بهذه المبادرة أن تتكامل اقتصاديا نوعا ما مع هذه الدول وبشكل كبير أعتقد بأنه سيتقدم أكثر فأكثر ينظر المراقبون وخبراء السوريون اليوم إلى مخرجات قمة شنغهاي كتعزيز وتأسيس لعالم أكثر تعددية وتعاون يلتقي مع مبادرة الحزام والطريق التي عززها وجود الرئيس الصيني وتصريحاته نحو تعاون أكثر لمواجهة العقوبات ودعم للأمن العالمي لقناة سي جتين العربية يعرب خير بيك دمشق ترجمة نانسي قنقر